أمنياً كشف مستشار الأمن القومي العراقي قسم الأعرج تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران مع نظرتها الذي عقد في طهران الأعرج يكد أن مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة تضمن انتخلاء المواقع التي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية ونزعي أسلحة عناصرها بموجب الاتفاق إلى جانب نشر قوات اتحادية وأن حكومة أقنيم كردستان كانت جدة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها وأشر إلى أن النتائج المتحققة بعد الاتفاق الأمني لم تحصل منذ العام 1991 وأن هذه المجامع بقيت لعقود من الزمن من دون وجود للقوات الاتحادية الرسمية مشدداً على أن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقاً لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار ترجمة نانسي قنقر